صباح الخير او مساء الخير يا برج الحمل. القراءة تكون ان شاء الله بازن الله للبرج الشمسي والطالع والزهر. طيب مبدئين كده عايز اشوف طقطك. انت الفورق فوند ممكن تكون في علاقة حاليا مع شخص وده باقي جدا يعني. ومبسوط في العلاقة. ممكن يكون بتتعامل مع احد برج جوزاء او طور. ممكن تكون علاقة زواجة على فكرة. او كان في انفصال وبعد ذلك حصل انقطاع ما بينكم انتم الاتنين ورجعتوا تاني لهذه العلاقة. لكن يعني ممكن نقول ان هذا الشخص بيحبك قوي ووفي ليك قوي برغم الانقطاع اللي حصل ما بينكم انتم الاتنين دول. ده يعني لو كان في انقطاع فانت حاليا تقطق الفورق فوند انت في علاقة الان. وممكن تكون روحت الشخص اخر يعني. الله هو اعلم برضى عشان من ايه. ما نكونش يسبقنا الاحداث. لكن احنا مع معاك يعني يا برج الحمل هنعرف دلوقتي. طب انا عايز اشوف ااااااااااااااااااااااااااش اشوف هنا اااااااااا احوالي الحبيب ايه? مشاعره. شايفك ازاي? لو زعلان منك زعلال لي. تعيد لي بقى. طيب اه شايف العلاقة ازاي? نيتو الداخلية ايه? وما يزهروا لك ايه? والشخص ده احواله ايه? في العمل ودي كرتين للعزاب. هنجلهم في اخر قراءة. طيب هو مبدئيا كده اه ممكن تكون انت انفصلت بالفعل عن هذا الشخص. ولكن انت الفرق فوند يعني. انت ممكن تكون مازلت في العلاقة. ولكن اه يعني هذا الشخص مسلا عايز يمشي مسلا. ممكن. لان انت جميع العشر صيوف. انت اعتقد مازلت في هذه العلاقة مكمل. اه ولكنها زي ما تكون يقول لك هي خربت. هي خربت. بس مش عايزين يقول خربت. هنقول بقى ان ان هذا الشخص بيتعامل معك بطريقة مسلا جافية مسلا او كده. خليني نشوف برضو عشان ما ايه? ما نزلمش هزا الشخص يعني. ولكن مشاعره اه يا اما هذا الشخص زعلان منك قوي. او ان هذا الشخص مش متأكد من مشاعرك من ناحيته مسلا. بس هو متضايق منك قوي. هو متضايق من كله. اعتقد ان كمان احواله العامة هنا مش كويسة. اه ده متضايق منك. ده كمان بص السبن افسور دس هنا وفي اه ده مجروح منك قوي. آآ برج الحمل ان كنت تتعامل مع شخص جوزاء فاحنا عمان يزهر لنا هناك جوزاء كتير هو وده له. وكل ما يجي برج هقول يعني هنا كمان في العقرب وزهر كمان الطور. وآآ ظهر ايه تاني برضو. ظهر نشوفها ظهر ايه كمان. طيب آآ هذا الشخص لو بتسأل عن مشاعره فهو قافل تماما من ناحية الحب. من ناحيتك. يعني قافل مشاعره خالص صددها. وآآ مركز في نفسه وفي احواله وفي لبسه وفي شكله وفي المستقبل عموما. آآ ممكن نقول انه هو بيتشافى من حاجة مر بيها. ممكن. ممكن يكون هو صاحب العشر سيوف كمان. هو حاسس من ناحيتك بانك مش عايزه. او انك آآ او ان العلاقة دي فيها ملل مسلا. او انكم بتتخنوا كتير او بتتعارقوا كتير مسلا آآ في بينكم اختلافات. آآ زيستاري هنا مهتم هو بنفسه قوي. هو عايز يتشافى هذا الشخص. عايز يتشافى من الالام. هو اخذ عشر صيوف واخد كمان تلاتة هنا. آآ ممكن يكون عايز ينسحب شوية من العلاقة فترة يعني من الوقت. آآ بس يراجع نفسه ويفكر في احواله ويفكر هل يتقدم في العلاقة ام يتركها نهائيا مسلا. آآ لكنه مهتم مهتم ان هو. على فكرة هو بيرقبك. بس آآ بيرقبك بطريقة آآ صعوبانية شوية. يعني بيعمل نفسه مش يخد باله منك بس هو بيرقبك. وآآ ممكن يكون هذا الشخص. عم بس عشوف حالة واحدة هتخليني اعرف هذا الشخص. نيته ايه? الشخص ده سبحان الله انا عايز اعرف نيته زهرت لي دي. كمان خاف النية بتاعته. مش عايز يعرف له. هو زعلان منك. زعلان منك قوي اه هو زعلان منك ده الكوين والكينج. زهر كده يا برج الحمل انت الشخص ده مش مديله اهمية في حياتك آآ بالدرجة اللي هو عايزها. هو حاسس بانك مشغولة عنه بالماديات. ممكن تكون لو انت بنت مسلا آآ ممكن تكوني سيدة اعمال. هو شعر بان انت او انت بص فلوس. ماديات. بتفكر في الماديات بس. هو بص انت هو اختيارين في حياتك. الشغل مسلا وهو. فانت ماسك حاجة وسيب حاجة. ماسك الشغل ماسك اولوياتك وسيب هو. سيب العلاقة كلها كده تيجي زي ما تيج. اللي عايز يهتمي يهتمش. عايز تكلمني تعالي عايز نخرج تعالي. لكن انا اكلمك اسأل عليك آآ او اطمن عليك كل شوية لأ. او شايفك ان انت مش عايز اصلا تخش في علاقة. انت ممكن تكونه في علاقة آآ اصل فور اف واند مش لازم تكون علاقة حب. ممكن تكون علاقة صداقة قوية مسلا. فممكن يكون الشخص ده هو يتمنى ان انت توافق على عرضه. مسلا وعرض عليك عرض حب. ولكن ولكن هو حاليا شايفك ان انت مش بصص له اصلا. ليه كمان? وازعلم منك عشان انت مهتم باعمالك. آآ هو شايفك كمان كوين اوف كابس. شايفك بائس. وشخص يائس من الحب. ويائس من انت ماسك كوبايتك ومش عايز تديه لحد. بص ماسك الكوباية وحالس بالله ما تدي لحد الكوباة دي. او ماسك الكوباية ومش عايز تسيبها. آآ مش عايز تدهاله. يعني انت ماسك كوبايتك بص ومش عايز تدي له كوباية. وهو بيقول لك هات الكوباية. طب هات الكوباية طب نبدل الكوباية. يعني انا تديت كوبايتي وانت تديني ايه كوبايتك? انت تقول له لا يا عم. انا تديت كوبايتي لحد قبلك خدها وطار. بص حتى الورق عمالي اعمل مني. ازهر يا برج الحمل ان انت مجروح قوي. مش منه. آآ ممكن تكون آآ مجروح عموما من علاقات صديقة مساليا. مش بقول لك? لا الورق كان مقلوب كمان هنا ده الورقة تشعلب مني للأسف. كنت ورقتين بس الكلام تشعلبيني يا رب بيكون ورقتين اه تماما. شايفك ان انت بتفكر بطريقة ملل. ملل. بتفكر عبال ما تديه الكوباية مليون سنة قدام. يعني عبال ما تفكر انك بص. انا بقول لك اهو انا قلتها لك قبل ما يزهر الورق. عبال ما تفكر يا برج الحمل. انك تسلم الكوباية دي ليه? وتديله على الحصان وتتحرك. بص ده دي واحدة على قرسي. مش رادية تتحرك. عبال ما تبقى تجيب الحصان من الاستابل. وده اخد الكوباية. وتروح تقول له اخد الكوباية بتاعتي يكون فات تلاتين سنة قدام. يكون الشخص ده تجاوز وعنده دلوقتي رامي وياسين. او البنت دي تجاوزت وعندها ثلاثة نيال دلوقتي. فشايفك بطيء بطيء او بتحسب زيادة عن اللزوم. شايفك مكتئب. لان ده هرومت كمان معناها شخص داخل كده في تساؤلات واكتئب. مش لطيف. شايفك ان انت باقس من الحب. عشان كده هو زعلام منك. شايفك ان انت مختار الشغل ومختار ان انت تبقى مهتم بقى عمالك عنه. مخترتوش هو اخترت شغلك. هو شايف كده. شايف ان انت مش مختار ومختار شغلك. هو مختارك. لزلك هو مكرر انه خلاص بقى. ده انت كمان مش مهتم انا كمان مش ههتم. ههتمي بيك ليه? مان ده مش مهتم. انت لو مهتم ما كنت عرفت. فالشخص ده يعني هو برج هوائي. اعتقد ممكن يكون برج الدالو. بص الكارتين دول كمان هو ده كمان بيرمز لبرج الدالو. آآ الشخص بقرر انه هيوقف دلوقتي المشاعر او ازهار المشاعر. لو كان بيتمي بيك هيوقف. آآ ولكن هو في آآ ذات نفسه ميعتبرك نجمة في السماء برضو. يعني هو برضو انت بالنسباله نجمة حلوة قوي بتلمع في السماء وعايز يخدها. بس هو حاليا البيجو فوند بينكر مشاعره. حاليا قافل على مشاعره وبينكرها هو كمان خايف. اللي تكون انت كمان مش مبادلو. انت مش عارس تديلو كوباية. مش عارفة ليه مش عارس تديلو كوباية. انت خايف منه ممكن. بس خلي بالك انه قرب يزهق يا برج الحمل. لانه تفكيره الداخلي الموت. التفكير الداخلي انه عايز يمشي. آآ خلاص بقى هو تعب. هو زر الشخص ده انا بقول لك انت آآ في علاقة آآ كنت في علاقة صداقة طويلة. دي مش علاقة قصيرة مسلا. مش شهر شهري لا دي سنة سنتين تلاتة. وهذا الشخص آآ بدأ ينجذب ليك الفترة مسلا الاخيرة. وعايز بقى يسلم الكوباية بتاعاته. وانت قلت له يا انا عندي شغلي واولوياتي وحياتي انا مش بتاع حب. انا مش بتاع جواز. حاجة من هذا القبيل يا. فهو مشاعره آآ او ما آآ بداخله ما بداخله الان انه هو آآ عايز ينهي هذه العلاقة. مش عايز يغض خطوة تاني خلاص بقى. يعني هو على آآ مشارف النهاية. آآ اللي هيزهره ليك. اللي هيزهره ليك انه محتاجك. خلي بالك هيزهر ليك آآ ممكن ممكن ينزل بستاطة على الفيس انه محتاجك قوي في حياته. وانك قطعت فيه قوي. اعتقد انتو ما بتتكلموش لان هو شايف ان العلاقة في الفترة دي يعني علاقة سكتة. يعني انتو مسلا خلينا نقول ما فيش انفصال. تمام? هو مش انفصال. بس انتو اللي اتنين آآ خبطتوا ببعض. مسلا هو قال لك طب انت مش عايزني. قلت له مسلا انت بسيبني فكر. طب كزا فسبك ومشي. مسلا. او ناع الحوار اوقف الحوار لغاية هنا. لكن انتو بتشوفوا بعض آآ من بعيد لبعيد. بتكلموا بس كلام خفيف قوي. فما يزهره ليك هيزهر ان هو محتاجك. وعايزك. وهو فعلا محتاجك وعايزك. هو بيحبك على فكرة. بيحبك. وآآ آآ هيزهر احتمال يكون هزو الشخص كمان. آآ الشخص ده على فكرة آآ عايز اقول لك على حاجة. انا خايف يكون الشخص ده بيحبك لدرجة. آآ كنت متأكدة. بص بقى برك الحمل عشان تبقى فاهم انت بتتعامل المعمين. آآ الشخص ده عنده تعلق بك. وممكن نول تعلق مرضي. آآ يعني انا احيانا لا 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 احبذ التعلق المرضي في العلاقات العاطفية لانه هيؤدي الى الفشل في يوم الايام. لكن هذا الشخص انظهر لك انه هو عادي وبتاع ومش هاممني وكده. يعني في يوم الايام يعني. الشخص ده مرتبط بيك ارتباط غريب شوية. ازاي? آآ لما انت ما بتبقاش معاه حياته اليومية بيبقى فيها زعل وحزن وكآبة وبقى ماشي كده عم زيت تاية بص مجروح. وحياته زفت ومش تاقي الناس ومش تاقي الشغل ومش تاقي حتى يعيش يوم التلاتة. مش تاقي اي حاجة. فهو اللي هيزهر لك هيزهر لك ان ان هو عايزك. لان هو بيعتبرك الشمس اللي في يومه. الشخص ده بيحبك بجد تبرك الحمل. وممكن تكون انت خايف تديه الكوبقة لان اك خايف من علاقات سابقة مسلا. او حاجة. او انت بقى لك فترة كبيرة قوي. مهتم بشغلك. وحاسس بان الارتباط مسلا هيعطلك. لكن هذا الشخص بالفعل بيشوفك الشمس اللي في يومه. بالفعل. لكن هو في دماغه. هو عايز ينهي الموضوع. بس هو حاسس باخسارة. حاسس بانه هيخسر. كمان. يعني حتى ان هو نهى الموضوع فهو حاسس بانه يخسارك. هو مش عايز يخسارك. مش عايز ينهي اصلا. بس هو حاسس ان هو تعبان. هو ما بين نارين زي ما بيقول. آآ مش عارف يا ينهي يكمل ولا يفضل وقف في مكانه. فهو مرتبط بيك ارتباط آآ غريب جدا. هو شايفك ان انت آآ ان كنت معايا فانا الدنيا دي جنة. خلاص. جنتي خلاص وصلت. ان ما ان كنت مش معايا ومديني ضهرك. فانا شخص تعيس وباقس والناس حواليها كلها زفت زفت زفت. فهذا الشخص يتعبان على فكرة وعنده حاجات في الشغل مش لطيفة كمان. عنده حاجات في الشغل مش لطيفة. فهو اخذ تلات صيوف. ممكن يكون الشغل وانت وحاجة تانية مسلا. فخلي بالك بقى. لماذا الشخص في حياته متقلم. آآ بعيد عنك طبعا. طب تعال كده يا برج الحمل انا هساعدك. انا هساعدك والله. عشان انا بحضو برج الحمل. فانا هساعدك يا برج الحمل. هساعدك في ايه بقى? في ان انا افهم انت ليه مش عايز تديره كوباية. لازم اوصلوا عرب برج الحمل مش عايز يبدي كوباية ليه للشخص اللي بحبه. لماذا بص 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 يا نهار اب. آآ برج الحمل آآ الورق طار. طار مني عشان اعرف انت مش عايز تديره كوباية ليه. بس اعتقد ان انت آآ مرعوب من الحب يا برج الحمل. ان الورق طار بطريقة غريبة يعني. بس اعرف يا انا اعرف. والله لانا اعرف انت عايز مش عايز تديره كوباية. شو بقى برج الحمل مش عايز تديره كوباية. شو بقى برج الحمل مش عايز تديره كوباية.